طيب تعالوا أقول لك النهاردة رابط الأندية المصرية أعلنت عقوبات الجولة الأولى في دوري نايل تعالوا نبدأ بمباراة الأهلي والمصري تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد و20 ألف أخرى لتبادل السباب الجماعي مع جماهير المصري تغريم النادي المصري 20 ألف جنيه لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد و20 ألف جنيه أخرى لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي نفس العقوبات يعني إقاف باهي المحمدي مدافع المصري مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على انذارين في المباراة تبقى للاح تاخد انذارين تطيف مباراة واحدة طرد بعد انذارين يعني بالنسبة لمباراة بيرامدز والزمالك إقاف فليب بريز مدرب فريب بيرامدز أربع مباراة وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك لترضه بسبب توجيه السباب للمنافس وإقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال الزمالك أربع مباراة وتغريمه 20 ألف جنيه لترضه بسبب سب المنافس إقاف متحدة عبداليادي مدرب الزمالك مباراة وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي كثير أوي بدون بسم الله الرحمن الرحيم أناس من الجولة الأولى تغريم الزمالك 20 ألف جنيه وذلك للسباب الجماعي من الجماهير وإقاف محمود علاء مدافع الزمالك مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة مباراة فاركو ومودرن فيوتشر تغريم نادي فيوتشر 20 ألفينين لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية المباراة جيابرس طبعاة العقوبات طيب ترجمة نانسي قنقر